أثار تعديل نظام الخدمة المدنية وتعليمة البصمة للمعلمين أثار الجدل والخلاف بين وزارة التربية والتعليم وبين نقابة المعلمين هذا موضوع حلقة نبض البلد التي ناقشت تلك التعديلات وأثارها على قطاع التعليم فلنتابع نظام الخدمة المدنية الجديد والتأمين الصحي وتعليمات البصمة للمعلمين كانت محاور حلقة نبض البلد التي استضافت كل من أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ودكتور أحمد الحجاية الناطق الإعلامي في نقابة المعلمين وأستاذ العلوم التربوية دكتور خالد أبولوم إذ يرى معلمون بأن تلك التعديلات تمثل اعتداء على حقوق ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية وتحد من النشاط والإبداع أقترح أن يكون هناك لجنة تشكل من مديرية التربية والتعليم للتقييم وليس مدير المدرسة لوحده يكون مدير المدرسة أحد أعضاء أو برئاسة مدير المدرسة لأنه في النهاية أنا لما أحصل قد تكون هناك مناكفات المنحة الطبيعية في التقييم أنت معه ولا ضده أنا مع المنحة الطبيعية 100% لأن هناك فروق فردية وتتوزع البشر كلها أينما ذهبت وأينما وصلت ستجد أن التوزيع الطبيعي هو التوزيع المعتاد عليه كل البشر تعديل نظام الخدمة المدنية وإيجاد نظام خاص لوزارة التربية والتعليم أسوة بكافة الوزارات الأخرى في المملكة بالإضافة إلى وضع تأمين صحي بدون ازدواجية ويليق بالمعلم من حيث الخدمات الصحية المقدمة هي أبرز مطالب المعلمين بحسب الحجايا الناصر من جهته أكد أن نظام التقييم الحالي تم اعتماده منذ العام 2007 وهو ليس بجديد حيث سيتم إنهاء خدمات الموظف الذي يحصل على تقييم ضعيف خلال سنتين متتليتين العملية مش إنه إحنا يعني بدنا نفرض وجود ضعيف أنا زي ما حكيت فيه هناك مرونة عالية في النظام بحيث إنه المدرسة أو الذائرة المتميزة ممكن ما يكون فيها عندها ضعيف أطلاقا وبالتالي حسب التقييم اللي بحصل على في ما يتم الاتفاق عليه مع الموظف الموظف بطلع على ما هو مطلوب منه بجلس مرتين مع الرئيس المباشر وبدأ يوقع إن أنا موافق على ما تم تدوينه من ملاحظات في المرة الأولى بجلسه في شهر خمسة والمرة الثانية بشهر داعش بالنسبة للمعلمين قبل نهاية الفصل الدراسي بالنسبة للفصل الأول بسبعين وثلاثة والفصل الثاني قبل الشهر هذا العملية بتتم بشكل دوري والموظف يجب أن يوقع والمدير بدي يوقع مش بس الرئيس يعني مش مدير مرسة مدير مرسة مدير التربية بدي يوقع عن النماذج وبالتالي فيه علانية زي ما حكى عطفة الرئيس فيه أصبح فيه مكاشف العملية وكان المعلمون نفذوا وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات رفضا لنظام الخدمة المدنية الجديد الذي قالوا أنه لا يحقق العدالة ويجعل المعلم غير آمن على مستقبله الوظيفي